قدمت رادا بلانب وهي المسؤولة عن مكتب ذكاء الرقمي والاستناعي في وزارة الدفاع الأمريكية لمحة عن التقدم الذي حققه المكتب على صعيد التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي داخل الوزارة الأخبار الجيدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي في البنتاجون هي وجود أسس تقنية قوية وقد أثبتنا ذلك على مدار العام ونصف العام الماضي نهجنا قائم على التجربة ما يسمح لنا بتحويل القدرات التكنولوجية إلى قدرات ميدانية بلانب استعرضت مقاربة البنتاجون للذكاء الاصطناعي وقالت إن هذه المقاربة تعتمد على ثلاث نقاط أولا المحرك الأساسي للأفكار والابتكار هو في القطاع الخاص وفي نهاية المطاف تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يأتي من شركات خاصة ثانيا زيادة استثمارات الحكومة الفيدرالية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حتى تتوافق مع حجم إنفاق بعض منافسين على هذا القطاع وثالثا تمكين البنية التحتية لتكون جاهزة كتجهيز البيانات لتكون قابلة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكتب الذكاء الرقمي والاصطناعي في البنتاجون تم إنشاؤه عام 2022 ومهمته الأساسية هي تقديم المشاريع وتنفيذها لتسهيل عملية التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي من البنتاجون وفاء جباعي الحرة